لكن الجانب الأمامي والقصة بقى في صناعة الفارق في الجانب الأمامي ودايما نكون أقول المحترفين 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 لازم يكونوا خمسة متواجدين فوق السن محتاجين نستفيد من الليحة الجديدة وثلاثة تحت السن فالنادي الآلي تحرك فورا وقدر يتعاقد مع كريستو كريستو لعب النجم الساحلي مستقبل النجم الساحلي إن شاء الله يكون صفقة موفقة ولكن التقديم وهنا بشكر بقى تيم الميديا بتاع النادي الآلي والمركز الإعلامي والشغل الجميل اللي تعمل في قصة الفكرة من البداية وعلي معلول التونسي بيقدم اللاعب التونسي الآخر نتمنى أن يسير على نهج علي معلول الرسالة دي مهمة جدا مهمة جدا لمحمد الضاوي أو كريستو لعب لسه صغير السن وعلي معلول ما يعرفش محمد الضاوي معرفة شخصية ولكن الفكرة أن أنت تخاطب اللاعب وتكلمه عن نادي الآلي بس أنت بتكلمه دلوقت كعلي معلول اللي عارف النادي الآلي كويس قوي اللي عارف كل حاجة في النادي الآلي كويس قوي فلما علم معلول يتكلم عن النادي الآلي لابن وطنه كريستو فهو بيكلمه عن حاجة هو عاشها وعاش سنوات من الإنجازات بيقوله الرحلة طويلة نعرف أخوي خلينا أقول لكم الرسالة بتاعت علي معلول لأنها رسالة مهمة جدا بقوله نعرف يا أخويا أنها رحلة طويلة لكن سوف تكون رحلة ممتازة من سواحل تونس الحبيبة إلى الجزيرة هنا كل شيء مختلف التحديات كبيرة الطموحات حدودها السماء هنا المكان الذي ستحق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي كريستو مرحبا بك في النادي الآلي قلعة البطولات فخر الأمة نادي القرن رسالة من علي معلول التونسي بقلب مصري التونسي بقلب أهلاوي اللي أصبح له مكانة كبيرة جدا 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 في تاريخ النادي الآلي وفي قلوب جماهير النادي الآلي وصل لمرحلة من الحب والمشاعر الفياضة من جماهير النادي الآلي إنه يكون ممكن يكون أفضل محترف في تاريخ إنه الآلي نتمنى كريستو محمد الضاوي يكون يعني على طريق علي معلول يكون إضافة للفريق كريستو قال إنه هو طبعا أول لما جاله عرض النادي الآلي وافق عليه على الفور وده كلام بيتقال دايما مع الصفقات الجديدة ولكن قال نقطة مهمة جدا إنه هو تابع الفريق الفترة الأخيرة وشاف مباراة بيرامدز وشاف مباراة امبي وشاف إن ده فريق بيلعب دايما على تحقيق البطلات وحاطت علي معلول نموذج قدامه لأنه بقى بيقول في تونس علي معلول نموذج بيحتز به مع النادي الآلي فهو عايز يكون على طريق علي معلول في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا فأهلا بيك كريستو الإسم اللي أطلقه عليه أبناء عمومته وهو بيعتز به جدا نتمنى إن شاء الله يكون إضافة للفريق زي ما نتمنى يكون خالد عبد الفتاح إضافة للفريق زي ما نتمنى إن شاء الله إن النادي الآلي ينهي صفقاته سريعا قبل يوم 13 يناير عشان يكون موجودين في القائمة المبدئية إن شاء الله في كأس العالم للأنديا تخيل لاعب بتجيبه بتقوله أنت بعد شهر من توقيعك للنادي الآلي هتشارك في كأس العالم للأنديا فأفريقيا صعب جدا تلاقي ده في أي نادي زي النادي الآلي وعشان ما فيش في أفريقيا زي النادي الآلي فأنا بشوف إن التحرك في صفقة كريستو بالنسبالي هو تحرك نوعي مختلف عن كتير من الفرق الأفريقية تحديدا يعني النادي الآلي تعامل في الفكرة وأنا هنا بتكلمش عن مرضود اللعب مع النادي الآلي يا جماعة لكل شيء قاضع فيه لفكرة انسجام اللاعب وتوفيق اللاعب وإدراكه للرسالة اللي قالها معلول وطبعا لازم أشيط برسالة معلول لأن هي جاية من قلب أهلاوي مخلص قائد بلا شارة دايما وكمان استغلال صفحة النادي الآلي وتيم النادي الآلي الفكرة لأن أنا بشوف إن الأفكار يا جماعة هي أغلى حاجة أغلى حاجة ممكن تتعامل لأن الأفكار ممكن توفر عليك أمور مادية جدا صاقبة عشان تقدم لعب ولكن الفكرة دايما رغم بساطتها ممكن تكون أغلى من حاجتك أن أنت تدفع أو تصرف عشان تقدم لعب لأ أنا عجبتني الفكرة ولكن أرجع وأقول ليه عجبني كمان النادي الآلي في اختيار كريستو لأن أنت رحت الحتة أنا شايف أن فيها دور السكاوتين كويس قوي وزي ما قلت فيه جانب فني يخص انسجام اللاعب مع النادي الآلي وده مسؤولية اللاعب ولكن أنت كنادي أهلي عملت إيه؟ أنا بشوف أن نضم اللاعبين الأجانب فوق السن قد يكون أسهل من اللاعب تحت السن ليه؟ اللاعب اللي خد مشواره في أوروبا ثم رجع على الخليج سهل جدا تيجي تتفاوض معاه للعامل المادي أو سهل جدا هو يحس أن في أوروبا عدى بيه سنين وعمل حاجة وخلص هو ده أقصى لفل أنا وصلت له في أوروبا ومش ممكن أطلع لأندية مثلا اللي هي بتاعت الدوريات الخمسة الكوبرا مثلا فيبدأ يفكر أنه هو هنا التارجد بتاعه مادي فكتير جدا من الأندية سواء في الخليج أو في أماكن تانية تبدأ تستهدف مجموعة اللاعبين دول إنما إنك أنت تيجي اللاعب تحت السن عنده 19 سنة بيلعب دولي مع منتخبه الأولمبي بيشارك في فريقه الأول في النجم الساحلي هو الأعلى قيمة تسوقية في كل لاعبي النجم بمليون يورو وفقا لموقع ترانسفر ماركت فإنت هنا بتستهدف لاعب على طريقة السكاوتينج اللي بيحصل برة إنت بتشوف اللاعب عنده إمكانيات اللاعب وفقا لسنه لا صغير في السن ومع ذلك بيشارك مع فريقه الأول ست مباريات بيسام فيهم في ست أهداف فلا هنا اللاعب ده مش إغراءه يكون بس بالمادة ده إغراءه بحاجات كتيرة جدا معلول تكلم فيها وهو طموحك في البطولات النادي الأهلي كمان يقدر يسوقك كويس وإن كنا نتمنى لو اللاعب موفق معنا نحتفظ به لأطول فترة ممكنة ولكن هي دي الفكرة فكرة إن انت كنادي أهلي رحت وبصيت لنقطة مختلفة نقطة مهمة جدا عملت فكرة الهومورك بتاعك إن انت بصيت على لاعب جيد وكنت التسوقية عالية على فكرة من الصغيرة إن اللاعب تجيبه وهو تحت السن أو 19 سنة بمليون يورو لا انت بتتحرك في نسبة بتتفحها عندها كتير جدا في بلجيكا وعندها دفعتها معنا في لعبين كانوا عندنا في النادي الأهلي لأن ده رقم من الصغير فأنا عجبني جدا للنادي أهلي عمله كخطوات في كريستو وأتمنى بقى إن اللاعب يكون مرضوده بيتواكب مع ده موسيقى موسيقى